نملة قالت وهم لا يشعرون والهدهد قال أحطت بما لم تحط أي تعلمت وفهمت وأحطت بما لم تحط به الذي أنت سليمان النبي الملك لم تحط بما أحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين لازلنا في قصة سليمان انتلاقا من قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ومن قوله عز من قائل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن سليمان عليه السلام يوم أن يحتاج إلى الماء نادى بأعلى صوته ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم واستعمل النون الشديدة في الأوامر لأنه قادر بأمر الله أن يفعل ما لي لا أرى الهدهد أم لا أعذبنه عذاب أو لأذبحنه لا يأتيني بسلطان مبين وهذا يعرف عند البيانيين بتوعد الأخيار لأن توعد الأخيار تخفيف العذاب وتوعد الأشرار تصعيد العقاب المؤمن التقي إذا غضب وتوعد ينزل من فوق إلى تحت وقد فعل ذلك سليم لا أعذبنه عذابا شديدا ورقم اثنين أو لأذبحنه ورقم ثلاثة أو ليأتيني بسلطان مبين يعني التوعد الأخيار تخفيف العذاب لكن نسي السريرة حينما يتوعد يصعد من أسفل إلى أعلى كما قام قال فرعون وكما قالت قريش لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا من سجنه إلى إخراجه وانتهوا إلى قتله وهذا توعد الأشرار وفعل ذلك فرعون مع السحرة المؤمنين لو قطعنا أيديكم وأرجو لكم من خلاف لا أصلب أنكم في جذوع النخل وهذا أشد ولتعلمون أينا أشد عذابا وأقوى إذن فهذا توعد الأشرار تصعيد العقاب وتوعد الأخيار تخفيف العذاب وقد قال إخوة يوسف لما توعد أخاهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أخف ورقم ثلاثة قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب فبدأوا بالقتل وانتهوا إلى وضعه في مكان ضيق ينتظر من يأخذه إلى حفرة تجمع ماء الأمطار وهذه تسمى بالجب وليست البئر كما يقول الكثير فرق شاسع بين الجب وبين البئر وأنواع الحفر كما ذكرنا فيما مرة ثلاثة منها الجد والجب والآبار البئر هو الذي يستمد ماءه من العيون الجوفية والجد هي الحفر اليابسة التي كانت بئرا ويبست وذهب عنها الماء غار أما الجب بالباء وهي الحفر القصيرة التي تجمع ماء الأمطار ومن ثالث عبر القرآن بألقوه في غيابة الجب يعني وضعه بيده ثم أوضعه والإلقاء عند العرب هو وضع الشيء برفق وألقيت عليك محبة مني وحيناء إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه فالتعبير بالإلقاء بمعنى أن تضع الشيء برفق وعكسه القذف قدف في قلوبهم الرعب ولو كان البئر عميقا أو لو كان المكان عميقا لا قال الله أرموه أرموه في البئر أقذفوه في البئر لأنه عميق فمن ثم فإن سليمان عليه السلام لما توعد الهدهد كان توعده توعد أخيار لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين من أنه من قبل قال سليمان علي من منطقة طهير وأهتينا من كل شيء فها هو أحتاج إلى هدهد قد عاتبته النملة وإحتاج إلى هدهد لأن يبين له شيء وهذا يدل على أنه كلما صغر الحجم قوي العزم فمكت غير بعيد الهدهد فأخبره الطيور قالوا لا تسلم على سليمان أذكر حاجتك قبل السلام لأنه قد توعدك بالقتل أو أن ينتف ريشك يخطف الريش وهذا عذب شديد أو أن يدبحك أو أن تأتيه بسلطان مبين فذكر حاجته قبل أن يسلم فقال تعالى وقد نقل خبر الهدهد مخبرا عن الهدهد فمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين وهذه يعني جعلت سليمان في مكان آخر النملة قالت وهم لا يشعرون والهدهد قال أحطت بما لم تحط أي تعلمت وفهمت وأحطت بما لم تحط به الذي أنت سليمان النبي الملك لم تحط بما أحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين ثم قال إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله انظروا إلى ألفاظ الهدهد أي خطبة أبلغ من هذه الخطبة في غاية البلاغة خطبة تصل إلى القلوب وهذا الكلام الذي قال الهدهد لما تكلم قال أحط بما قال فيه رد قالت نملة فيه رد على من يقولون بأن الفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان حيوان ناطق إذا كان الإنسان حيوان ناطق إذن كأن الكائنات لا تنطق وأين نحن من قوله تعالى قالت نملة أبلغ خطبة قالتها النملة وأين نحن من قول الله على لسان الهدهد قال أحط بما لم تحط به وإن نحن من قوله تعالى السورة قال علمنا منطق الطير إذن الطير ينطق بل أن الكون كله ناطق كل قد علم صلاته وتسبيحه وفي سورة أخرى ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولم يقل لا تعلمون قد تعلم حركة الجمادات لكنها تسبح وأنت لا تفقه فإذا طرقت على الخشب وأعطاك صوت خشب فأنت فهمت من سماعك قبل أن ترى أن الذي سمعت تقتقته خشب ولو طرقنا على حديد ضربنا على حديد فيعطي صوت حديد فنقوله واحد يضرب على حديد وإذا سمعنا حركة نقول هذه سيارة هذه كذا مشت ذهبت السيارة جاء الرجل إذن هذه الأشياء التي نقولها نحن إنما هي تنطق إنما هو منطق تنطقه لكننا لا نفقه تسبيحها حتى الكائنات الحديثة الآن من السيارات والطائرات نقول جاءت الطائرة خرجت السيارة دخل الأوتوبيس هذه الأشياء التي نقولها الآن إنما هي حقيقة وإن قال البعض مجاز لأنها في حركاتها فإنها تسبح ولكننا لا نفقه تسبيحها فكل كائن على وجه الأرض يسبح بحمد وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم بأي وسيلة كانت إما بسبب من البشر أو منها تلقائيا إذن فعلى هذا نفهم بأن الكون كله ناطق لكن نحن الذين لا نفقه تسبيح الكون نعلم حركته لكن لا نفقه أن لا نفرق بين الحركة وبين التسبيح هذا في رد كما ذكرنا على من يقولون أن هناك فرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان حيوان ناطق بل أن الله ميز الإنسان بالبيان وليس بالنطق فقد اشترك مع الكائنات في التسبيح والنطق لكن الإنسان تميز وفضل على الكائنات بالبيان قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان إذن الله فضل الله فضل الإنسان والبشرية ككل بالبيان لا بالنطق وهذه من النعم العظيمة الذي فضل بها البشر ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل مع أن هذا التفضيل إنما هو تكليف وليس تشريف إذا أكملنا الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم فنسأل الله تبارك وتعني جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسنه وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة